حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أنا عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي بكري بن محمدي بن عمري وبن حزمين عن أبيه عن عبد الله بن عمري وبن عثمان عن زيدي بن خالد الجهاني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الشهادة ما شهد بها صاحبها قبل أن يسألها حدثنا إسماعيل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن محمدي بن عبد الله بن عمري وبن هشمين عن بصري بن سعيد عن زيدي بن خالد الجهاني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله المسجد وليخرجنا طافلة حان يحي بن سعيد عن يحي بن سعيد بن حيان عن محمدي بن يحيى عن أبي عمرة عن زيدي بن خالد الجهاني أن رجلا من أشجع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم فتغير وجوه الناس من ذلك فقال إن صاحبكم غل في سبيل الله ففتشنا متاعه فوجدنا خارزا من خارز يهود ما يساوي درهمين حدثنا يحي بن سعيد عن عبد الملك حدثنا عطاء عن زيدي بن خالد الجهاني عن النبي صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له أو كتب له مثل أجر الصائم من غير أن ينقص من أجر الصائم شيئا ومن جهز غازيا في سبيل الله كان له أو كتب له مثل أجر الغاز في أنه لا ينقص من أجر الغاز شيئا حثنا يحي بن سعيد عن عبد الملك عن عطاء عن زيدي بن خالد الجهاني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلد في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا حثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد عن المطالب بن عبد الله بن حمطب عن خلادي بن السائب عن زيدي بن خالد الجهاني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءني جبريل عليه السلام فقال يا محمد مر أصحابك فليرفع أصواتهم بالتلبية فإنها من شعائر الحج حنا يزيد عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة حدثنا صالح بن كيسان وعن عبيد الله بن عبد الله بن عطبة عن زيدي بن خالد الجهاني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أديك فإنه يدعو إلى الصلاة قال أبي قال أبو النظر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبديك وقال إنه يؤذن بالصلاة فقرأت على عبد الرحمني مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن عبد الله بن قيس أخبره عن زيدي بن خالد الجهاني أنه قال لا أرمقنا الليلة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوسدت عتبته أو فستاطه فصلى ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما ثم أوتر فذلك ثلاثة عشرة قال عبد الله وحدثنا مصعب حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيدي بن خالد الجهاني فذكر الحديث ولم يذكر عبد الرحمني الرحمني في حديث مالك عن أبيه والصواب ما روى مصعب عن أبيه وكذا حدثنا أبو موسى الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيدي بن خالد الجهاني والصواب مقال مصعب ومعن عن أبيه ولم يذكر عبد الرحمني فيه عن أبيه وهما فيه حثنا عبد الصمد حدثنا حرب حدثنا يحيى حدثني أبو سلمة حدثني بسر بن سعيد حدثني أبو بن خالد الجهاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جهز غازيا فقد غزى ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزى حدثنا ربعي يعني ابن إبراهيم حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن محمد بن عبد الله بن عمر وابن هشامين عن بسري بن سعيد عن زيدي بن خالد الجهاني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله المسجد وليخرجن طفلات حثنا أبو نوح قراد حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عبد الله بن عمر وابن عثمان بن عفان عن أبن أبي عمرة الأنصاري عن زيدي بن خالد الجهاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها أو يخبر بشهادته قبل أن يسألها حثنا علي بن ثابت عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارف اللا التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن زيدي بن خالد الجهاني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بسواك عند كل صلاة قال فكان زيد يروح إلى المسجد وسواكه على أذنه بموضع قلم الكاتب ما تقام صلاة إلا استاك قبل أن يصلي حدثنا يزيد أخبرنا ابن أبي ذئب عن مولا لجهينة عن عبد الرحمن بن زيدي بن خالد عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النهبة والخصة حثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك حدثني الضحاك بن عثمان عن أبي النظري مولى عمر بن عبيد الله عن بسري بن سعيد عن زيدي بن خالد الجهاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال عرفها سنة فإن جاء باغيها فأدها إليه وإلا فعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها فإن جاء باغيها فأدها إليه حثنا زيد بن الحباب حدثني أبي بن عباسي بن سهلي بن سعد الساعدي حدثني أبو بكر بن محمدي بن عمري بن حزمين حدثني عبد الله بن عمري بن عثمان بن عفان حدثني خارجة بن زيدي بن ثابت الأنصاري حدثني عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري حدثني زيد بن خالد الجهاني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير الشهود من أدى شهادته قبل أن يسألها حثنا علي بن عياش حدثني إسماعيل بن عياش حدثني يحيى بن سعيد أخبرني يعقوب بن خالد عن أبي صالح السماني قال يحيى ولا أعلمه إلا أنه قال عن زيدي بن خالد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قريش والأنصار وأسلم وغفار أو غفار وأسلم ومن كان من أشجع وجهينة أو جهينة وأشجع حلفاء موالية ليس له من دون الله ولا رسوله مولا حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن أبن إسحاق حدثني محمد بن مسلمين الزهري عن عروتاب بن الزبير عن زيدي بن خالد الجهاني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس فرجه فليتوضى حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق حدثني عمارة بن عبد الله بن طعمة عن سعيدي بن الموسيب عن زيدي بن خالد الجهاني قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه غنما للضحايا فأعطاني عتودا جذعا من المعز قال فجئته به فقلت يا رسول الله إنه جذع قال ضحي به فضحيتو به حثنا سريج حدثنا عبد الرحمن حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردية عن زيدي بن أسلم عن زيدي بن خالد الجهاني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى سجدتين لا يسهو فيه ما غفر الله له ما تقدم من ذنبه ترجمة نانسي قنقر